السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا كتابة كلمات وظيفية إملائيا في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا قوانين التعلم عن بود أولى قوانين التعلم عن بود هي أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ وأبتعد عن الإزعاج والضوضاء كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك أيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها للدرس أحضر الكتاب أحضر الدفتر أقلامي الرصاص مساحتي برايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وأيضا أنصت جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا كذلك أتابع درسي إلى نهايته حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا كتابة كلمات وظيفية إملائيا لدينا هدف عام هدفنا العام هو أن يكتب الطالب والطالبة كلمات وظيفية إملائيا كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يعبر الطالب والطالبة عن الصور المعروضة ثانيا أن يقرأ الطالب والطالبة الجمل أما ثالثا أن يكتب الطالب والطالبة الكلمات إملائيا هيا نرى درسنا هيا نعبر عن هذه الصور سوف نشاهد صورا نعبر عنها بجمل قصيرة جميلة ومفهومة هيا نرى هذه الصور الصور الأولى ماذا ترون عزاء الطلاب والطالبات؟ نرى أحسنتم نرى جبالا أم أنهار رائع نرى جبال ماذا بها الجبال؟ هل هي عالية ومرتفعة أم منخفضة؟ أحسنتم هي عالية عالية جبال عالية هكذا وصفنا هذه الجبال بجملة قصيرة واضحة ومفهومة جبال عالية جبال عالية جبال عالية هيا رددوا الجملة وكرروها جبال رائع أحسنتم ماذا بها الجبال؟ عالية رائع رائع أحسنتم هيا نرى جملة أخرى وصورة أخرى قبل ذلك دعونا نتهجى الجملة حرفا 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 لدينا أحسنتم جملة الجبال تبدأ بالحرف جا أحسنتم يليح ماذا؟ أحسنتم جبال حرف البائي ممدودة مد الألف جبال هل انتهت الكلمة؟ لم تنتهي ينقصها حرف أحسنتم حرف اللام هكذا انتهت الكلمة جبال إذن جبال هكذا تكتب اكتبوها بدفاتركم بخطكم الجميل والمرتب لدينا صورة أخرى ماذا ترون في الصورة أعزاء الطلاب والطالبات؟ هل نرى أم أم أب؟ أحسنتم نرى الأم ماذا تفعل الأم؟ هل هي تسقي أم تنظف؟ رائع هي تسقي تسقي كما نراها في الصورة الأم تسقي هل انتهت الجملة؟ لم تنتهي الجملة للجملة بقية هيا نرى بقية الجملة الأم تسقي ماذا؟ تسقي الزرعة أم البيتة؟ ماذا ترون في الصورة؟ رائع الأم تسقي الزرعة أحسنتم الأم تسقي الزرعة هكذا أصبحت جملة مفيدة وكاملة هيا رددوها الأم رائع تسقي جميل جدا الزرعة رائع جدا هيا نتهجى كلمة تسقي تبدأ بأي حرف؟ حرف التا أحسنتم يليه ماذا؟ س تس هل انتهينا؟ لم ننتهي بقية حرف القاف الممدود بمدلية قي تس قي هكذا كتبنا كلمة تسقي اكتبوها بدفاتي لكم بخطكم المرتب الجميل لدينا صورة أخرى ماذا ترون في الصورة؟ هل نرى ينظف أم يمشط؟ نرى الولد ينظف ينظف من الذي ينظف؟ الولد أم البنت؟ ماذا تشاهدون في الصورة؟ هل تشاهدون ولدا أم بنتا؟ أحسنتم الولد ينظف الولد ماذا ينظف؟ هل ينظف أسنانه أم شعره؟ ينظف الولد كما في الصورة ينظف الولد أسنانه هكذا عبرنا عن الصورة بجملة قصيرة واضحة ومفهومة ينظف الولد أسنانه هيا كرروها ينظف رائع الولد أحسنتم ماذا؟ أسنانه جميل جداً هيا نتهجى كلمة أسنان تبدأ بالحرف أ أ يليها س أس ثم النون الممدودة أسنان يليها نون أحسنتم ن أسنان هكذا نكتب كلمة أسنان هيا نرى نشاطاً صغيراً لدينا على صدورتنا أكتب الكلمة المكررة في الجملتين هيا نرى الجملتين فتحت باب الفصل هذه الجملة الأولى الجملة الثانية طرق الولد الباب ما هي الكلمة المكررة في الجملتين؟ هنا فتحت باب الفصل وهنا طرق الولد الباب إذن الكلمة المكررة هي رائع الباب كلمة باب هيا نكتبها تبدأ بالحرف با باب أكتبوها بدفاتركم كلمة باب هي الكلمة المكررة هيا نعود لشاشتنا ونرى نشاطاً آخر النشاط رقم واحد عبر عن الصورة التالية لدينا الصورة الأولى سوف نعبر عنها في هذا الدرس ماذا نرى في الصورة؟ نرى ولداً يشتري يشتري من الذي يشتري؟ الولد ماذا يشتري؟ مكتوب هنا في الصورة عصيرات إذن هو يشتري من بائع العصير يشتري الولد العصيرة يشتري الولد العصيرة هكذا عبرنا عن هذه الصورة هيا نكتب كلمة يشتري يشتري تبدأ بالحرف ي يش يش ت هل اتهت الكلمة؟ لم تنتهي يشتري يشتري هكذا نكتب كلمة يشتري حرفاً حرفاً يشتري بعد أن كتبنا كلمة يشتري لدي توصيات لولي الأمر دائماً توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وتعزيز وتشتيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته